مرحبا يا أرنوب أهلا أهلا الشمس اليوم صاطع الهواء جميل التقص رائع ما رأيك فيه أن نذهب في نزهة في الطبيعة فكرة جميلة لكن بالأمس كانت السماء تنطر اليوم توقف المطر لماذا؟ التقص قد يكون رائما أو مشمسا أو ماطرا لأن التقص يتغير بين وقت وآخر لكن المعلمة قالت لنا أن الجليد يرطي المناطق القطبية وذلك بشكل دائم ألا يتغير التقص هناك؟ يوجد على صفح الأرض ثلاثة مناخات رئيسية هي المناخ البارد المناخ المعتدل المناخ الحار هذه المناطق القطبية تقع في المناخ البارد وماذا نعني بالمناخ؟ المناخ هي الحالة العامة للجو التي تسول في منطقة ما وهذه الحالة تتكرر كل سنة وكيف تتكرر؟ متى تمطر؟ في فصل الشتاء وألا يتكرر المطر دوما في فصل الشتاء؟ التقص الماطر يتكرر دوما في فصل الشتاء هذا التكرار في حالة التقص من سنة لأخرى فوق منطقة معينة من الأرض هو ما نسميه بالمناخ إذن يا أرنوب رائع رائع لقد عرفت أن التقص هو حالة الجو التي تتغير في الوقت لآخر أما المناخ فهو حالة الجو التي تتتغير كل سنة وما هي المناطق الرئيسية على سطح الأرض؟ ثلاثة مناطق المناخ الحار المناخ البارد المناخ المعتدل أحسنت أحسنت يا أرنوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر